اشتركوا في القناة لحد كل عام وانت بخير في راس السنة حرام؟ ربنا يسامحك لا مش حرام ده حلال لان في الحقيقة التهنئة براس السنة تهنئة بذكرى ومشهد جميل وهو مشهد ميلاد السيد المسيح عليه السلام وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما ان احنا نظهر محبتنا للانبياء والمرسلين ومش بس نظهر محبتنا الانبياء والمرسلين نظهر محبتنا للجميع قال لكم حاجة من الحاجات الخطر اللي الناس في متى غطأ ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان تسلم على من تعرف ومن لا تعرف فجي واحد راح تأخل كده بوشومية وقال لك ان تسلم عن من تعرف من المسلمين حضرة النبي ما قالش كده انت صاحب سلام انت صاحب نور انت صاحب رحمة انت صاحب بركة فازاي حد يكون شريكك في الوطن ولا حتى شريكك في الحياة ما تهنوش ببداية سنة جديدة وبداية نور وبداية بركة وبداية مدد من الله فالكلام ده اظن احنا تجاوزناه لازم نتجاوزه نتجاوزه يعني ايه خلاص الفتوى مستقرة من زمن على ان التهنئة اخواننا من السحيين واحنا بنهنيهم كل سنة هم طيبين وكل سنة هم في بركة وفي مصرات وفي بركات ونعيش دايما نبني مع بعض انا يعني انا اععدكم ان انا دي اخر مرة جاوب على السؤال ده ليه لان انا بعد كده احنا هنتكلم عن حاجات تانية هنتكلم عن ان احنا بنبني مع بعض احنا دلوقتي عندنا الاسئلة التي يجب ان تسأل هي اسئلة التنمية احنا كمان حتى انا مش بقول بس ان احنا التهنئة تجاوزناها تجاوزناها يعني ايه خلاص تينا منا انا كمان بتكلم على ان العيش المشترك خلاص بقى حقيقة ثابتة احنا دلوقتي بنتكلم على كيف نسعى في التنمية معا احنا بنبني جمهورية جديدة فخلاص الكلام ده مش بحتاجين نكرره مرة تانية هقول لكم ايه اللي بيخلي الاسئلة دي تتكرر في ناس كان مصدر رزقها ومصدر وجودها في الحياة المسائل دي المسائل اللي هي بتعمل ايه بتعمل فرقة وتعمل طائفية وتعمل حاجات دي فيعيني هم مش قادرين يفهموا ان الكلام ده خلاص خلص يرجعوا كل مرة ويسألوا نفس الاسئلة ويقولوا للناس دي لان صاحب او صاحبة السؤال لما بيسألوا كده هو ايه اللي حصل واحد جيه رح نغيزها كده وقال لها ايه على فكرة التهنئة حرام مش قادرين ينسوا خلاص ان الناس خلاص رجعوا لحياتهم رجعوا لحياتهم وان الكلام ده خلاص تجاوزناه التهنئة ليه غير المسلمين بعيد الميلاد عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام امر مشروع مش بس مشروع قد يكون امر كمان احنا مطلوب مننا لان سيدنا المسيح لابد ان احنا نسعد بيه وروق وميلاده ونسعد بزهوره في هذه الارض فالحمد لله على ميلاد السيد المسيح والحمد لله على هذه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في حياتنا يا رب ادم علينا ان احنا نذكر ميلاد سيدنا المسيح بالتبجيل والاحترام والتقدير وكل عام واخواننا المسيحيين واخواننا في الوطن بخير وبصحة ونفضل دائما في سلام ومحبة ودايما نبني ونسعى في التنمية معا السؤال اللي بعد كده بيقول انا متزوج من سنة 2015 ربنا يكتب لك الديمومة الحمد لله وعندي بنوتة وساكن في شقة ايجار نعم ومعي مبلغ من المال لا يكفي لشراء وحدة بسبب زيادة الاسعار المبالغ فيها وكل عام ايجار الوحدة بيزيد والاسعار في محافظتنا سواء ايجار او شراء كبير او شراء كبيرة جدا وفي ازدياد مستمر فقال من الممكن ان اخذ قرد شخصي لتكملة المبلغ وشراء الوحدة لا ده مش هيبقى اسمه قرد شخصي ولكن ده اسمه قرد لشراء السلعة فده جزء من تمويل السلعة فاذا انت اخدت المال وضعت كل المال في سياء هذه الوحدة او في اكمال مبلغ الوحدة فده تمويل لشراء الوحدة وده جائز وليس فيه حرمة وليس فيه شيء ممنوع يبقى اذا خدت الفلوس من هنا حطتها في شراء الوحدة ده جائز لان هذا من قبيل التمويل احنا قلنا التمويل هيكون فيه ثلاث حاجات هيكون فيه السلع وهايكون فيه الخدمات وهايكون فيه المشروعات الثلاث حاجات دول فلذلك اللي انت بتقوله ده اه يجوز ان انا اخد المبلغ من المال واضع كله فيه واضع كله فيه السلعة ويكون ده جائز وليس من قبيل الحرام ولكن هيكون من قبيل التمويل السؤال الثالث عندي مبلغ من المال في البريد واريد ان اسحبه واضعه في البنك لزيادة الفائدة لزيادة الريع ما بحبش كلمة الفائدة ليني غير صحيحة غير صديقة على فكرة لزيادة الفائدة لكي استعين به في زواج ابنتي فما حكم الشرع في هذه الفائدة المرتفعة لا هو انت لما تقضع المبلغ ده انت بتمول مشروعات البنك فيه اشكال كتيرة لتمويل مشروعات البنون الشكل الاولاني اداع المال اداع المال في حساب جاري او حساب استثماري في حساب جاري او حساب استثماري لما الحساب الاستثماري هو اللي بيدي عليه ريع يبال حساب الاستثماري هو الحاجة التانية الوديعة ده كمان تمويل لمشروعات البنك الحاجة التالتة شهادات الاستثمار كل ده من قبيل التمويل فالريع الذي يأتي عليه دريع عائد ده ربح وليس فائدة ولذلك يجوز ان انت تاخذ هذا المال وهذا المال من قبيل الحلال ومن قبيل المباح وهذا المال الذي اخسته ان شاء الله ربنا يبارك لك فيه وهو من المال الحلال ليه؟ لان مش من المعقول ان حد بيقول دلوقتي اننا لما بدع المال في البنك انا بقرد البنك لان البنك ببساطة خالص القرد نوع عقد من عقود الارتفاق عقد بيقولوا حتى بيصنفوه على انه عقد من عقود التبرع لان انا بتبرع بيعائد على ذا المال ومحدش قال ابدا ان انا لما بدل البنك الاموال فانا بعمل ايه؟ فانا بحاول ان انا اقرد البنك هذا مش صحيح نيتي مش كده انا اقاصد ان انا اعطي البنك عشان اربح والبنك يربح يبقى انا قصدي ان انا احصل على المال وان البنك كمان يحصل على نوع من انواع الربح ونوع من انواع الحصول على مراده يبقى عندنا الغرض بتاع المتعاقدين مفوش خالص ان في حد بيرتفق بالتاني ده واحد قاصد الربح واحد قاصد الارباح خلاص يبقى ايه اللي حاصل يبقى ده ليس من قبيل القرد يبقى مش هنطبق عليه قاعدة كله قرد جرى نافعا فوربا مفيش هنا مفيش قرد عامل بالضبط زي واحد بيقول له ماعزة ولو طارت مفيش قرد يا سيدي مفيش قرد عشان يبقى حرام قال لي بس الفايدة سابتة قلت له عامل عارف ان فايدة سابتة بس هي مش فايدة اولا لكن ده مش فايدة سابتة دريع محدد مسبقا واحنا في حيات كتيرة ممكن نحددها مسبقا في الشركة ممكن نحدد كمان في المضربة قال لي انت بتاخد بس فلوس على رأس المال قلت له عامل باخد فلوس على رأس المال الموضوع اللي بنشتغل قال بس ده ممكن يكون يوقعنا في الربح مفيش ربح قال لي طب ليه العائد ده سابت قلت له هو محدد مسبقا بس هو بقى انت في امام عينك سابت لكن هو متغير متغير ليه والدليل على ذلك ان ممكن يتدخل البنك بمركز ويغيره لو كان ثابتا ما كانش ممكن يتغير أمال ايه أمال انا شايفه سابت ليه قال له لان انت مش بتشاء مش بتمول مشروع واحد من مشروعات الايه من مشروعات البنك انت بتمول جملة مشروعات البنك ففي خسارة وفي ربح وفي صعود وفي مؤشر بيطلع وعشان كده استخدمنا شوية حاجات استخدمنا الدراسات المستقبلية استخدمنا كمان دراسات الجدوى استخدمنا دراسات السوق واستخدمنا كمان الجدوى الاكتوارية والمؤشرات الاكتوارية فخرجنا بحساب ممكن بشيء من الاختصار وشيء من التبسيط زي كده متوسط لكل المشروعات دي وهو ده وهو ده التحديد المسبق للريع وعشان كده ليس هناك ما يسمى اني ده ثابت لكن محدد مسبقا احنا كده ردين على كل الشبهات وعشان كده فلوس انت تدخدها دي جائزة وحلال لو سحبتها من هنا وحطتها هنا ده جائز وليس حرامة نعم السؤال اللي بعد كده بيقول ابن اخي طالب سنة وبيذاكر من المنصات التعليمية على المواقع وفي مدرس كيمياء كيمياء الناس هكرت المذكرة الخاصة به ونزلتها للعامة والمدرس ده اتحسب في اي حد ياخد المذكرة وابن اخي مش بياخد دروس خصوصية لضيق الحال فقال له نزل المذكرة هذه حرام في حين هي متاحة للجميع الآن وشكرا جزيلا لفضيلتكم اول حاجة ان الشخص اللي هو تعالوا نتكلم عن المدرس ده المدرس اللي هو عمل الكلام ده هو يتكلم عن العلم والاصل الاصل 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 ان الريع ان العلم ده حقوقه مسبلة حقوقه مسبلة اما نتكلم عن الملكية الفكرية شوية نتكلم شوية بسيطة عن الملكية الفكرية فالاصل ان العلم ده وصل لهذا المدرس من أستاذ والأستاذ ده تعلمه من غير حساب فلما وصله لعلم المفروض ان هو لا يكتم العلم طيب اما الايه الحكاية هو بازل مجهود معين فرتب أشياء وقدر أشياء فبقى في ملكية فكرية لهذا الترتيب نعم فهو إيه اللي حاصل إن اللي هو عمله ده له حق فيما رتبه فإيه اللي حاصل لكن يبقى إن حق العلم مسبل لإنه هو لما تعلمه عن حد تاني عن أستاذه اللي علمه له إنه أصل المعرفة دي هو أستاذه وكمان ما خدش منه حاجة ده أستاذه علمه وهو بعد كده أخذ الأمر دوت وعمله وهنا بتقع بقى مسألة مهمة جدا في التوازن في النظر إلى الملكية الفكرية هو فيه جزء هو ملكه وهو الترتيب والتنسيق وجزء مش ملكه اللي هي المادة نفسها الكيميا نفسها الجداول بتاع الألكترنات والكلام عن دوت والكلام عن المعادلات هو لا يملكه ده ملك الناس اللي اكتشفوا ده وعشان كده ببساطة خالص فيه جزءين جزء إن العلم مسبل وجزء إن العلم حصل فيه ترتيب وحصل فيه إنتاج جديد العمر التاني إن فيه طرق مهمة جدا جدا لتسجيل هذه الأشياء إيه الطرق إن يروح للطرق الشرعية عشان يقدر يحاسب الناس اللي عملت كده أنا معه إن الشخص لو قال أنا لا أسمح بإن حد ياخد الشيء اللي أنا صنعته ده ويعممه فليس هذا من ما يجوز لا هيبقى ممنوع أنا لو عايز المعرفة أروح الصلاة من حد تاني فلذلك هناك حرم على الشخص الذي هكر هذا الحساب لهذا الشخص تاني يبقى إيه اللي حصل الشخص اللي هكر هذا الحساب لهذا الشخص هو فعل حراما طيب الشخص بقى اللي يستعمل ده إيه مدخل الحرام اللي عنده مدخل الحرام اللي عنده إنه هو يتعاون على الإثم والعدوان هل الشخص الذي ينظر في هذه المذكرة يتعاون على الإثم والعدوان الجواب لا لأن الفعل تم الفعل تم خلاص وده انتشر ولازم ده نركز وإحنا بنبص المسائل الإلكترونية وخلاص الحاجة دي تم أخذها ونشرت فبقت زي أي حاجة موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي يبقى مين الذي تعدى على أسرار وخصوصية الشخص المهكر وهذا حرام عليه طيب هذا حرام عليه يعني أيه يبقى لو حد بيحتسب يحتسب على هذا الشخص طيب الشيء بقى لما طرح فيه على العامة وفيه جزء مسبل فهو بيتحسب على أي حد يطالع ده أنا لقيت شيء لم أشارك على أخذه من هذا الشخص وعلى فكرة نشره مش هو المشاركة في الإسم والعدوان ده المشاركة في التهكير هو المشاركة في الإسم والعدوان طيب قولي استعمال ده خلاص هو تحول إلى معلومات على شبكة المعلومات العالمية طيب يقول لي طيب هل ده ينفع يتلم لو كان أنا فعلي بالامتناع ده هيلم الحاجة كان ماشي سوى خلاص خلاص يعني ايه تحول من الخاص إلى العام من اللي حوله من الخاص إلى العام المهكر يبقى هو اللي عليه الإسم فإذا استعمله ابن أخوك مش هيبقى مستعمل لشيء محرم لأنه مستعمل لمعلومة طيب الشخص اللي عمل حسبنا ده هو له أن يطالب بالحق القانوني من ذلك الشخص المهكر ويطالب بحقه حقه في الملكية الفكرية بس هذا الأمر لما أشيع ما بقاش الشخص ده المستعمل له بيشارك في الإثم والعدوان طيب ليه طيب لأنه أصبح معلومة عامة بالعكس ده هو ممكن اللي يستعمله كمعلومة عامة يكون ده فيه ترويج لهذا الشخص اللي هو الشخص اللي هو ده المدرس ده ده بقى بالنسبة له ترويج عشان يجي له تلمزة بعد كده كتير وأنا عايز أقول له أنه أنت لازم تركز في هذا المعنى يبقى الإثم على ذلك الشخص المهكر وليست على المستعمل لأنه يستعمل معلومة متاحة في الأمر ولأن الأمر إذا تحول حل خلاص اللي كان صعب الإثم ذلك الأمر ولكنه تحول إلى شخص آخر هو لم يساعد ولم يكون هو مشاركا في الإثم والعدوان يا سادة احنا النهاردة تكلمنا بشكل واضح عن مسألة جليس اسمه جليس الألأ وجليس الوسوسة وممكن واحد أنا بتكلم حتى في السؤال الأخير ده واحد هو عايزني كل ما حسسه أنه هو عيعيش في الحرام وأنه لازم يبتعد عن الحرام يبقى دوة علامة الإيمان احنا مش جايين عشان نقلق الناس ولا نخوفه احنا جايين عشان نقول للناس أن الله سبحانه وتعالى بهم لطيف وأن الله سبحانه وتعالى بهم كريم وأن الله سبحانه وتعالى جعل الحلال بينا والحرام بينا ولكن ما أمرناش أن نحن نوسع دائرة المشتبيهات في حياتنا أمرنا أن نرد كل حاجة إلى مكانها وأن نرد ألقنا لفضل الله إيه رأيك لو رديت الألق لفضل الله مين الله يغرأ في التاني؟ أكيد فضل الله واسع وأكيد كرم الله أوسع وأكيد الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار فالحمد لله على أنك أنت الله وأنك واسع كريم ودود يا رب العالمين اجعلنا من أهل اليقين واجعلنا مطمئنين بأنك تنظر إلينا بلطفك وكرمك وغدك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين